والسيوب في المجد وزين بحرنا في دراسة مصطورة بـ 24 صفحة كشف مركز عمران للدراسات كيف علوان نظام أسد المؤسسة العسكرية السورية بمعنى جعل قياداتها من ضباط علويين حصرا ضمن خطة هندسها الأسد الأب وسار عليها وريثه بشار بطريقة تضمن ولاء الجيش لعائلة أسد أولا وأخيرا بالأسماء والمناصب والمناطق أوضح مركز عمران كيف أسند نظام أسد أهم أربعين مركزا قياديا في الجيش لضباط من الطائف العلوية غالبيتهم من مدينة القرداحة تليها مدينة جبلة وهو أسطوب انتبعه بشار الأسد بعد اندلاع ثورة السورية عام 2011 ناسفا بذلك نهج ما كان يعرف بثالوث القيادة الذي تبعه حافظ ويقوم على زرع علوي في كل ثالوث تضيف الدراسة أن ضباط اللاذقية العلويين يسيطرون على 58% من المناصب القيادية في الجيش بينما يسيطر ضباط طرطوس على 17% يليهم ضباط علويون من حمص وحمى بنسب مختلفة ولكن بالمجمل الجميع من الطائف العلوية حصرا الدراسة كشفت عن محاصصة غير معلنة بين ضباط العلويين أنفسهم ففي حين يتولى ضباط من حمص ودريكيش التابعة لطرطوس قيادة فيالق محددة يتولى ضباط القرداحة أكثر الفرق العسكرية قوة وتنوعا وذلك بعدما حصر بشار قيادة الوحدات النوعية بأبناء القرداحة أو ممن ينتمون لعشيرته أو لعشيرة أخواله تلفت الدراسة كيف ترسخت علوانة الجيش بعد عام 2011 خاصة مع انشقاق ضباط من المكون السني القليل أصلا في الجيش والمهمش أساسا هذه الانشقاقات جعلت قيادة ضباط العلويين لا تقتصر على الصف الأول بالجيش بل انسحبت على الصفين الثاني والثالث وما يليهما بحيث تحول الجيش لمؤسسة علوية همها الأوحد الحفاظ على نظام أسد علما أن الطائفة العلوية لا تكاد تتجاوز نسبتها عشرة بالمئة من نسبة السوريين وفق ما تشير دراسات إحصائية وعلى ضوء تلك الأرقام يخلص مركز عمران أن ما يسمى بجيش السوري هو جيش طائفي بامتياز سواء على مستوى القيادة أو مستوى اتخاذ القرار وآليات تنفيذه ولا يلغي هذه الحقائق وجود عناصر من بقية الطوائف في قاعدة الجيش الدنيا ولعل مشاهد القتل والتهجير وتدمير الممنهج التي خبرها السوريون منذ عام 2011 كانت تعبيرا عن الوجه الحقيقي لما بات يوصف اليوم بميليشية تعفيش ونبشي القبور ترجمة نانسي قنقر